فيديو النهاردة نتكلم فيه عن التأثير على العقل من الذي يصل على العقلك وهل الهاكرز يقدروا يحصروا على عقلنا و شوية تفاصيل كده نتكلم فيه عن أسلوب الإقناع والتأثير العقلي في الاختراقات العقلية للإنسان مش اختراقات أمنية بس لا بيخترق عقلك عايز لفهم بقى القدودة يا باشا تابع مع الفيديو بعد الانترو حسا تابع ما تروح للانترو اشترك بقى بالقناة لاينا كده كده هتنزل على الوصف عشان تدخل على علامة الموضوع في الوصف فهو انت معادي على الوصف بقى اعمل لايك وشير للفيديو واشترك بالقناة يعني الاخصائيات بتاعت القناة بتقول من 16% بس المشاركين في القناة فده هعيد والله يلا يلا بيروح للانترو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ورحمة بكم جميعا متابعي قناة الخرف التقني معاكم المهندس محمد جمال هنتكلم النهاردة عن التأثير العقلي على المخترك او ازاي بأثر الهكر على عقلك وهو اسلوب بسيط جدا زي اسلوب التأثير العقلي في الهندسة الاجتماعية هنتكلم النهاردة عن اول حاجة هو مظهر صاحب السلطة ممكن تلاقي الهكر في الداعي مثلا انه هو صاحب السلطة ومش شرط تكون السلطة دي كرئيس او وزير او زابط او كلام من ده لا بالعكس ممكن تكون سلطات عالية جدا مثلا انه هي بتاحش قصيد الدكتور او هو ممرض او حتى عام بالمختصر السلطة دي موجودة في المنطقة اللي هو فيها في المنطقة اللي هو بيحاول يعمل فيها الالتاج بتاعه ومش شرط انه هو يكون منصب كويل في المكان ده بالمختصر لو انت في مستشفى مثلا وفيه شخص جاي قالك بيقولك الدكتور ربحت لي كذا وكذا وكذا او املى الابليكيشن ده مش هتعمل كده بالعكس لازم تعمل كده لانك مفكر ان القرار جيلك من دكتور الدكتور ده مش صاحب منصب مهم مثلا في العالم لكن هو صاحب منصب مهم في المكان اللي انت فيه طبعا انا مش قصد اي حاجة بصاحب منصب مهم في العالم لانه الدكتور ده على دماغنا من فوق طبعا يا شباب واحنا لو تعبنا هما اللي بيعالجونا يعني طبعا بعد ربنا فهم اللي هم الفاضل في علاج اي حد ثاني نقطة ممكن يستغلال هاكرز في اختراق عقلك والتأثير عليك وهي الاغراء مقصودش بالاغراء اي حاجة خارجة لان انا عارف تفكيري الشباب اليومين دوله لكن طبعا الناس اللي بالتابعاني ناس مخترمة وفهمة ناقصه ديك وعيز الاغراء هنا اغراءك بانتراكشي نادري يعني مثلا يقولك انت لو كملت المسابهة دي ممكن تاخد جائزة مش موجود في العالم كله منها غير خمسة ستة طبعا انت مش تاخد حاجة سواء ياخد باناترك فالاغراء بانتراكشي نادر ده مش حاجة جديدة علينا يعني الحاجات دي معروفة من زمان او الاضراب اللي هو يجريك ان انت تنتراكشي قايم زي مسابهات مثلا محصل على ايفون 11 بعد ملق هذه الاستمارة والكلام اللي هبدا كله احنا بدأنا نشوفه ده كله عبط كلم فاضيع لكن الفكرة تظل موجودة فالاغراء بانتراكشي شيء نادر انت نفسك مش هتحس بحاجة وانت تبتنى الابليكيشن لان انت عايز تنترك اشياء نادرة ما تعرفش بقى ده حبك لي بالظبط بس فعليا النفس البشرية بتميل ان هي تنترك حاجات مش موجودة في العالم كل موجر عندها تقريبا من نمط التباهي فنروف بقى للنقطة اللي بعد كده عشان مضايعشوه النقطة اللي بعد كده شبابه هي ابراز اوجه التشابه بينك وبين الهاكرز تلاقي الهاكرز بيقولك مثلا ده انا وانت بنحجب الكورة مثلا ده انا وانت بنشجع نادي الاهل المصري انا راهلاهم متعصف جدا انا وانت مثلا بنكرح نادي معيه معيه على فكرة انا مازلتش يا عجب والله بالكلام ده لكن ده فكرة براز التشابه ان انا وانت مثلا بقولك الحاجات المشتركة بنا علشان انت في الطبيعي ارتدي نفسك ميات تتكلم معي في حاجات تانية ممكن تكون شخصية كمان بالنسبة لك علشان بس لقيتني انا وانت متشاكين في بعض الاهتمامات فدي نقطة بيجي عليها الهاكرز برضو احيانا علشان يقدر يسيطر عليك بشكل كامل وانا هنا بتكلم عن سيطرة عقلية مش سيطرة الالكترونية يريد سيطرة الالكترونية حقيقة كمان يا شباب الهاكرز بيجعلها وهي رد الجميل بالمختصر المفيد احنا بطبعنا كائنات اجتماعية زيادة عن اللازم يعني انت بطبعك ما تقدرش اشتريش لوحدك هتلاقيك مملي جدا كده وتعمل اي حاجة كانت تجربة اللي اتعملت بتاعة الزرار الكهرابي دي اللي كانوا الناس بالكهرابي نفسهم علشان يحسوش بالملل لكن انا مش جاي اقول لك كده انا جاي اقول لك رد الجميل للهاكرز بيعمله ممكن تلاقي نفسك مش محتاج الخدمة اللي هو بيعمل هلاك اصلا وهو عمل لها خدمة معينة بعدها في فترة اه انت مش تبقى ملخط عشان نبقى دوغر يعني انت مش تبقى واخد بالك اصلا بعدها في فترة عبل ما انت تبقى خلاص قرفت تنسى الجميل ده تلاقيه زهام لك تاني وبيقول لك انا وانت حابب منك ان انت تعمل للخدمة دي او تنفز للطلب ده انت بالطبيع عشان انت كاين اجتماعي برضو زي حالتنا فبتضر ان انت تنفزه الخدمة دي حتى لو انت مش عايز بس الفكرة كلها انت بترد الجميل اللي هو عمله لك وانت ممكن ما تكونش محتاجه اصلا اخر نقطة نتكلم فيها شباب وهي امتحال الشخصية ممكن تلاقي الهاكرز بيانتهى شخصية شخصة اخر علشان خاطر حياة معينة زي ان هو انتحد شخصية مثلا حد شغال في شركة زي شركتك فبيحاول يعرفك على نظام شركته والكلام اللي هبتضاع علشان يقوم منك شوية معلومات بس عن شركتك مثلا هتلاقي مثلا بانتحد شخصية كول سينتر ويكلمك برقم مميز علشان يقول لك كملة معي الابليكاشنات دي علشان انت كسبت مثلا مليون دولار يا رب مين عارف لكن الكلام ده كله بياندرك برضو تحت اسلوب التأثير في الهندسات الاجتماعية علشان يقدر يسيطر بع العقلك ويهيئو ان هو يستهبل منه اي معلومة فتبقى مصدقة لحد هنا يا شباب الفيديو خلص وما تمناش ان حض ياسب في اي اسلوب اللي انا قلتهم دول لانها تسعين في المية بتبقى خدع نقول تسع وتسعين بوينت تسعة من عشرة في المية هي خدع لان الموضوع فعلا كرسى بدأ ينتشر بشكل عام حد هنا بقى الفيديو خلص ما تنسوش تعملنا بلايك شير للفيديو عشان نوصح كبير عدد موكي من الناس وما تنساش تفكر تسعين الاشتراك بالفيديو اسفل الفيديو ده هتلاقي ازرار احمر كده اسفرية مكتوب عليه اشترك او سبسكرايب على حسب انت بتسمع بقى اهم اللغة لكن قصر امه يا ماشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة